السلام عليكم طلابنا الأعزاء طلاب الثالث المتوسط موضوعنا لهذا اليوم هو راح نبدي بمجموعة مواضيع تندرج تحت عنوان المشتقات هي ستة مواضيع تندرج تحت عنوان يجمعها عنوان واحد أو اسم واحد اللي هي المشتقات ستة مشتقات أولها هو اسم الفاعل اسم الفاعل هو اسم مشتق من فعله اسم مشتق منين من فعله هسأوضحها شنو معناها من فعله دال على من قام بالفعل كاتب منين مشتقه نعطينا هذا المثال اللي المذكور أمامكم كاتب هي اسم فاعل معنى أنه مشتق من فعله يعني كاتب مشتق من الفعل كتب هاي معنى أنه مشتق بس من مشتق من فعله نرجع فكاتب يدل على من قام بفعل الكتابة يشتق اسم الفاعل من الفعل المبني للمعلوم هاي كون هم تنتبهون عليها لأنه عندنا موضوع من ضمن المشتقات راح ندرسه إن شاء الله بالأيام الجاية راح يشتق من الفعل المبني للمجهول الآن موضوعنا اللي هو اسم الفاعل يشتق من الفعل المبني للمعلوم دارسنا لهذا اليوم يتكون من جزئين الجزء الأول اللي هو اشتقاق اسم الفاعل الجزء الثاني اللي هو عمل اسم الفاعل الجزء الأول اللي هو اشتقاق اسم الفاعل رد نعرف شون نشتق اسم الفاعل أو شلون ناخذ اسم الفاعل من الفعل اللي يذكر الكياب الامتحان مرات هذا الفعل يكون ثلاثي يعني مكون من ثلاثة أحرف أكو طريقة إلى ومرات يكون لا الفعل غير الثلاثي اللي هو إما يكون رباعي أو خماسي أو سداسي يعني فقط بهذه الحالات هو يجي يشتق اسم الفاعل من الفعل الثلاثي ويكون على وزن فاعل هاي انتبهوا عليه وزن فاعل يعني هذا الفعل من أريد أوزنا بالميزان الصرفي تذكرون أول درس أخذنا يكون على وزن فاعل بس بشرط أنه الفعل الثلاثي ناخذ أمثلة عندنا كتبة فعل ثلاثي أريد أخذ من عندها فعل الكتبة أخذ من عنده اسم أو استخرج من عنده اسم الفاعل شرح يصير كاتب كاتب على وزن فاعل فعل ثلاثي مثال آخر عندنا سامعة شرح يصير سامع أيضا على وزن فاعل يعني اسم الفاعل من الفعل الثلاثي سامعة شنو سامع هذا المقصود صامع صارت واضحة بعد صائم لأنه أخذنا أكثر من المثال عندنا المثال الأخير هذا بملاحظة قضى قضى هذا الفعل ثلاثي لكن شنو آخرة ألف مقصورة شنو نتعاملوا ياه؟ هذا إذا جاء نكرة شنو نكرة؟ يعني لا معرف بالألف ولا معرف بالإضافة شنو أتعاملوا ياه إذا جاء نكرة؟ تحذف الياء من عنده إذا جاء نكرة أما إذا جاء معرف بأل أو معرف بالإضافة نذكر أو تكتب الياء شنو يعني؟ إذا جاء نكرة شنو راح يصير؟ قاضن هذا نكرة قضى قاضن على وزن فاعل هذا إذا جاء نكرة إحنا ليش عملنا بهالمعاملة؟ لأنه فعل مقصور هاي نكرة إذا جاء نكرة زين إذا جاء معرفة مثلا معرف بأل شنو راح يصير؟ القاضي هاي بهذه الطريقة نذكر الياء وإذا معرف بالتعريف إذا معرف بالإضافة مثلا قاضي المحكمة أيضا نذكر الياء هنا قاضي ذكرنا الياء ليش لأنه معرف بالإضافة المحكمة بهالحالتين تذكر الياء وإذا يعني هنا معرف بأل لأنه معرف بالإضافة هنا جاء نكرة قاضن فنحذف الياء ونعوض عنها بتنوين الكسر هذا اشتقاق اسم الفاعل من الفعل الثلاثي الآن عندنا اسم الفاعل مرات يجي من غير الثلاثي يعني أما رباعي أو خماسي أو سداسي فقط هذه الثلاث أفعال شلون ناخذ من عنده اسم الفاعل أو شلون نستخرج يأتي على وزن مضارعه يعني شنو ناخذ على وزن المضارع مالته مع إبدال حرف المضارعه بيمن ميمن مضمومة وكسر ما قبل الآخر يعني أحل أمثلة ووضح لكم هذا شنو معنى يأتي على وزن مضارعه هاي أولا أخلصا يعني شي صير المضارع مالته يخلص المفروض تعرفها قبل لا أكتب أخلصها يخلص نبدل حرف المضارعه هو إذا يقول لك إبدال حرف المضارع اللي هو عدنا الآن بهذا الفاعل ميمن مضمومة شرح يصير يعني هاي وكسر ما قبل الآخر إيش رح يصير أخلصا يخلص وش رح يصير مخلص الحرف ما قبل الآخر ياهو عدنا حرف اللام فنبدل هذه الياء بميمن مضمومة هاي وبدلناها بميمن مضمومة ونكسر الحرف ما قبل الآخر ياه حرف ما قبل الآخر هذا اللام فأصبحها بهذه الطريقة مخلص إذن اسم الفاعل من الفعل أخلصة ش رح يكون مخلص ليش ما خلينا على وزن فاعل لأنه الفعل هنا رباعي بما أنه فعل رباعي المعاملة ما لتها رح تختلف شون نتعامل وياه إبدال حرف المضارعه ميمن ممومة وكسر ما قبل الآخر عندنا الآن الفعل علم انتبهوا طلاب هذا الفعل رباعي أيضا يعني مكون من أربعة أحرف لا تعترضون أنه ثلاثة أحرف هنا أنا أكو تجديد بما أنه أكو تجديد إذن هنا أنا حرفين وحرف العين والميم رح يصير أربعة أحرف رح نتعامل وياه نفس المعاملة إذن يعلم إيش رح يصير معلموا أبدلنا حرف المضارعه ميم ممومة وكسرنا الحرف ما قبل الأخير عندك الفعل اللي بعده انكسر انكسر اش كم حرف خمسة أحرف فعل خماسي الآن فعل خماسي شون نتعامل ياه بنفس الطريقة نبدل حرف المضارع ميم ممومة وكسر ما قبل الآخر إيش رح يصير يعني ين كسر هاي فعل مضارع رح نبدل يا المضارعه وهنا حرف اللي هو حرف المضارعه ميم ممومة وكسر ما قبل الآخر شرح يصير يعني عندنا منكسر انتبهتوا انه هاي الميم صارت مضمومة هاي ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر هاي كسرنا الحرف ما قبل الآخر اي الحرف ما قبل الأخير عندنا الآن استخرج هذا الفعل سداسي نحن ذاكريه هذا أقصى شيء عندنا انه فقط ايما رباعي أو خماسي أو سداسي استخرجه أيضا بنفس الطريقة ميش راح تصير نعم يستخرج هنا هذا أول شيء مضارع هذا حرف المضارع رح نبدل بميم ممومة ونكسر الحرف ما قبل الأخير اللي هو حرف الراء بهذا الفعل ميش راح تصير مستخرج هاي الميم ضمناها ونكسر الحرف ما قبل الأخير راح يصير مستخرج إذن اسم الفاعل من الفعل السداسي استخرج مستخرج هذا الجزء الأول من الدرس عرفنا أنه شلون استخرج اسم الفاعل من الفعل الثلاثي أو غير الثلاثي عندنا الجزء الثاني من الدرس اللي هو عمل اسم الفاعل يعمل اسم الفاعل أيضا بطريقتين الطريقة الأولى إذا كان محلى بل فيعمل في كل الأزمان شنو يعني في كل الأزمان أنا ذاكر لكم الماضي والحاضر والمستقبل إذا كان منه اسم الفاعل محلى بل شلون أعرف اسم الفاعل في الجملة أخذنا قبل قليل سواء من الثلاثي رح يكون على وزن فاعل أو من غير الثلاثي رح يكون ميم مضمومة وكسر ما قبل الآخر أنت تدور بهذا من خلال ذن الطريقتين الذكرناها أو الصيغتين اللي يجي بها اسم الفاعل وعن طريقة تدور بالجمل رح تلقي اسم الفاعل نجي للجملة الأولى القائل والحق في موقف الظلم شجاع القائل قائل على وزن فاعل قائل على وزن فاعل إذن هاي من الفعل الثلاثي قاله فإجت على وزن قائل شنو إجت اسم الفاعل هنا إجى محلى بل فيعمل في كل الأزمة بما أنه اسم الفاعل محلى بل فهو يعمل فاش راح يصير القائل هنا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الظمة الظاهرة على آخره وهو اسم فاعل الحق هنا مفعول به منصور وعلامة نصبه الفتحة مفعول به المن لإسم الفاعل اللي هو القائل هنا الواضح الباقي في حرف جر موقفي اسم مجرور وهو مضاف والظلم مضاف إليه مجرور على من جره الكسرة وشجاعا راح تكون خبر خبر لمن للقائل واللي هي عندنا كانت مبتدأ ما معنى أنه يعمل يعني إما يرفع فاعل بعده وينصب مفعول به أو ينصب مفعول به فقط إهنانا بهذه الجملة شنو عمله نصب مفعول به ليش ذكرت أنه أستاذ هذه الملاحظة أو هذا التفسير حتى مني يطلب من عندك الأستاذ بالامتحان واستخرج معموله وين معمول اسم الفاعل بهذه الجملة الحق هذا هو المعمول الجملة اللي بعدها الثانية الحارسون الوطن مخلصون انتبهوا طلاب وين اسم الفاعل حارسون منين جاية هاي جاية من على وزن حارس على وزن فاعل يعني من الفعل الثلاثي ما هو الفعل الثلاثي خلأ ذكره لكم اللي هو عندنا الفعل حارس اسم الفاعل من عنده حارس انتبه هاي اسم فاعل بعضكم يسأل حارسون هاي نعم اسم الفاعل يعمل وان جاء مثنى يعني مفرد مثل القائل وان جاء مثنى او جاء جمع بكل هذه الحالات هو يعمل هاي ملاحظة مهمة تفيدكم الآن الحارسون فاش راح يصير الحارسون يعرابها مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم والوطن راح يكون مفعول به منصوب على نصبه الفتحة مفعول به إلما لإسم الفاعل ومخلصون راح يكون خبر مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم أيضا الجمل هاي اللي بعدها اتوضح أنه يعمل في كل الأزمان إذا جاء محلى بأل أنا ذاكر لكم اللي هي الأمس والآن أو غدا يعني سواء بالماضي أو حاضر أو المستقبل فهو يعمل شنو يعني معنى كلامنا يعمل يعني المعمول إلى بالجملة هنا مثلا المعمول منه الوطنة الجملة الأولى المعمول الحق راح نشوف الجمل الباقية جاء المعطي المساكينة أمس أين اسم الفاعل معطي الميم مضمومة وكسر ما قبل الآخر يعني استنتاجك أنه اسم الفاعل هنا ليش إجاء ميم مضمومة لأنه من فعل غير ثلاثي من أي فعل إذن هو هنا المعطي من أعطاء أعطاء هنا أربعة أحرف بما أنه الفعل أكثر من ثلاثة أحرف فيأتي ميم مضمومة وكسر ما قبل الآخر اسم الفاعل من عنده جاء إعراب هش راح يكون واضح فعل ماضي مبني على الفتح و المعطي فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمن مقدرة مساكينة هناش راح تكون إعرابها مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره هنا المساكينة هي المعمول طلاب يعني إذا يطلب من عندك استخرج المعمول فالمعمول في كل هذه في كل هذه الجمل الثلاثة أنه المساكينة هي راح تكون المعمول وإعرابها أيضا راح يكون هو مفعول به منصوب بالفتحة مو تروح أنه منصوب حسب لك أنه جمع مذكر سالم هنا جمع تكسير المساكين لأنه مفردها مسكين فالجمع سيكون مساكين هنا هاي ظروف زمان اللي همنا أنه هذا الإعراب هاي نفس الإعراب جاء المعطي المعطي هو هنا اسم الفاعل ويحضر المعطي المساكين يحضر هنا فعل مضالع مرفوع على مترفعه الضم الظاهر على آخره المعطي اللي هو هنا اسم الفاعل فاعل مرفوع على مترفعه الضم المقدرة والمساكين راح تكون مفعول به منصوب على متنصب الفتحة وهو المعمول هنا هاي إذا كان اسم الفاعل محلى بل إذا جاء اسم الفاعل نكرة شلون نتعامل بها أو متى يعمل متى يعمل أو ما هي الشروط التي يتطلبها اسم الفاعل إذا كان نكرة منونة ماذا يحتاج حتى يعمل هسا إذا كان محلى بأيل يعمل في كل الأزمان إذا كان نكرة شنو يحتاج يحتاج إلى شرطين الشرط الأول أن يدل على زمن الحاضر أو المستقبل هذا الشرط الأول الشرط الثاني أن يقع أو أن يعتمد على أحد هذه الأشياء الستة المذكورة انتبهوا طلابين هنا شوي أن يدل على الزمن الحاضر أو المستقبل هاي واضحة وأن يعتمد على أحد هذه الأشياء مو كلها لازم موجودة بنفس الجملة يعني يدل على الزمن الحاضر مثلا ويصبق بنفي خلاص رح يعمل يدل على الزمن الحاضر أو المستقبل وسوق باستفهام تمام عمل أو وقع خبر خلاص أيضا يعمل أو أن يقع صفة أو أن يقع منادة أو أن يقع حال هنا ستة أشياء يعتمد عليها بالإضافة إلى أنه يدل على الزمن الحاضر أو المستقبل راح يعمل ليش هاي لأنه جاء نكرة منونة لم يأتي معرف بآل أولا أن يسبق بنفي هاي الأولى أي يسبق بنفي مثلا ما طالب العراق الحرب وين اسم الفاعل طالب هنا عمل اسم الفاعل نعم لأنه دل على الحاضر أو المستقبل و سبقه بنفي سبقه بنفي هل النفي من شروط عمله أو ممكن أنه يعمل معها نعم أنا موخب مقاعدة أنه يدل على الزمن الحاضر أو المستقبل ويسبق بنفي نجي للإعراب ما نافية غير عاملة طالب هنا اش رح تكون اوش رح يكون إعرابها مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة على آخره مبتدأ مرفوع علامة رفعه ضم الظاهرة على آخره العراق شاح يكون فاعل مرفوع علامة رفعه الظم الظاهرة على آخره سد مسد الخبر خبر المن سد مسد الخبر للمبتدأ طالبهم وهنا الحربة ما رح يكون مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة من يطلب من عندك مثل ما ذكرت لكم استخرج المعمول هنا المعمول واحد كان الحق مفعول به هنا المعمول اثنان تستخرج من يطلب من عندك المعمول في هذه الجملة مثلا أو شبيهاتها تستخرج العراق والحربة في هذه الجملة معمولان لإسم الفاعل اللي هو طالب الجملة الثانية أن يسبق باستفهام مثلا أفاهم محمد الدرسة هاي الهمزة حرف استفهام لا محل له من الإعراب فاهم اللي هي فاهم اسم الفاعل وهو موضوعنا مبتدأ مرفوع علامة رفعه ضم الظاهرة على آخره ومحمد محمد جملة معمولان لإسم الفاعل أنا نبهتكم علينا يعني في الجملة الأولى والثانية إذا جاءت بها الصيغة هنا يوجد معمولان اللي هو الفاعل والمفعول به إذا أنت استخرجها اللي باقي رح يكون عندنا المعمول واحد اللي هو المفعول به أن يقع خبرا مثلا محمد قارئ القرآن محمد مبتدأ مرفوع علامة رفعه ضم الظاهرة على آخره وقع خبر قارئ هي اسم فاعل وقعت خبر مثل ما هو مطلوب من عندنا أن يقع خبرا دال على الحاضر المستقبل إذن راح يعمل اسم الفاعل هنا لأنه نكر منونة فلازم يحتاج إلى شرطين حتى يعمل لأنه في هذه الجمل اسم الفاعل نكر منونة ما هم الشرطان يدل على الحاضر أو المستقبل ويعتمد على أحد هذه الأشياء الستة اللي مذكورة أمامكم بالنقطة الثانية الآن علي من اعتمد أنه وقع اسم الفاعل خبرا محمد ذكرنا أنه مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره وقارئ خبر مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره أيضا والقرآن رح يكون عندنا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة والمعمول اسم الفاعل في هذه الجملة هو القرآن من تريد تستخرجه هذا هو المفعول به أن يقع حالا رابعا أن يقع حالا رجع الجندي رافعا رأسه رافعا رافع اسم فاعل نكر منونة ووقع حالا رجع فعل ماضي مبني على الفتح الجندي فاعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره كيف رجع الجندي رافعا رأسه إذن رافعا حال منصوب طبعا اسم الفاعل يعرب حسب موقع من الجملة تلاحظون مرة تنعرب حال مرة يعرب خبر مرة يعرب فاعل حسب موقع من الجملة هنا في هذه الجملة الرابعة يعرب حالا منصوب علامة نصبه الفتحة رأسه رأسه راح تكون مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة لمن مفعول به لإسم الفاعل رافعا وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة أين المعمول في هذه الجملة الجملة الرابعة رأسه اللي هو المفعول به هذا هو معمول اسم الفاعل خامسا لدينا أن يقع صفة جاء طالب ماسك قلمه وين اسم الفاعل ماسك ماسك اسم فاعل من فعل ثلاثي أو غير ثلاثي هاي لازم أنت عرفتوها مو تشوف هنا ميم رأسا يروح بالك على أنه هذا الفاعل اسم الفاعل من فعل غير ثلاثي لا انتبه ماسك هناك ميم مضمومة وكسر ما قبل الآخر هنا تلاحظ الميم مفتوحة ماسك على وزن فاعل أيضا من خلال الوزن راح تكون عندك واضحة من الفعل مسك هاي ماسك هنا من الفعل مسك الفعل مسك شنو به فعل ثلاثي هذا الفعل الثلاثي اسم الفاعل من عنده شنو اللي هي على وزن فاعل ش راح تصير ماسك ماسك على أي وزن على وزن فاعل هاي حتى تكون واضحة أمامكم ما تشتبهون ربما يسئلك أنه هل هل جاء اسم الفاعل من فعل ثلاثي أم غير ثلاثي حتى ما تشتبه ويجيب لك مثل هاي أنه تشبه الفعل الغير الثلاثي لكونها بدأت بميم ولكن هي من فعل ثلاثي كما وضحنا الآن نرجع جاء فعل ماضي مبني على الفتح وطالب فاعل مرفع علامة رفع الضم الظاهر على آخره وماسك هنا صفة مرفوعة لأن تتبع الموصوف اللي هو طالب مرفوع إذن هي جاءت صفة مرفوعة أيضا وقلمه قلمة راح تكون مفعول به منصوب على نصبه الفتحة المن مفعول به لإسم الفاعل مسكه وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني في محل الجر بالإضافة والمعمول في هذه الجملة هو قلمة إذا طلب من أنك تستخرج معمول إسم الفاعل هنا المفعول به نحن ذكرنا الجملة الأولى والثانية تستخرج الفاعل والمفعول به بها معمولة الجملة الباقية لا فقط الإسم فقط المفعول به يعني سيكون لها معمول واحد أخيراً أن يقع منادى من هو ليقع منادى؟ اسم الفاعل يقارئاً القرآن اتعظ به أين اسم الفاعل هنا؟ قارئ من الفعل الثلاثي قرأ إيا حرف نداء وقارئاً منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة القرآن سيكون مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المن مفعول به لإسم الفاعل قارئاً اتعظ به اتعظ فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضبير مستطف تقديره أنت وبه جار ومجرور الباحر جار والها ضمير مجرور بقد عندنا فائدة طلاب أريد تنتبهون عليها أيضاً وتفيدكم هي بالامتحان يشتق اسم الفاعل إما من فعل لازم أو من فعل متعد إذا كان فعل لازم راح ياخذ شنو عندنا؟ فقط يرفع فاعل إذا من فعل متعدي ش راح يصير عندنا فاعل و مفعول به يعني يرفع فاعل وينصب مفعول به نقرأ الآن سوية يشتق اسم الفاعل إما من فعل لازم هذا أو من فعل متعدد وبما أنه يعمل عمل فعله عمل فعله هي الفعل الذي اشتق منه إذا اشتق من فعل لازم راح يرفع فاعل فقط إذا اشتق اسم الفاعل من الفعل المتعدي راح يرفع فاعل وينصب مفعول به فأنه يعمل عمل فاعل إذن يكتفي بالفاعل إذا جاء من فعل لازم ويتعدى إلى المفعول به إذا جاء متعديا مثلا الفعل الفعل لازم مسافر أخوك ما مسافر أخوك مسافر هنا هذا هو اسم الفاعل منين اجي من الفعل سافر سافر مثلا الطالب سافر الطالب هنا سافر هذا فعل لازم اكتفى برفع الفاعل بما أنه فعل لازم هذا اسم الفاعل اشتقى من فعل لازم بما أنه اشتقى من فعل لازم إذن راح يرفع فاعل فقط حسب الفعل مات هنا رفع فاعل فقط إذن اسم الفاعل يرفع فاعل فقط اللي هو أخوك هنا أخو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والكاف ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة الملاحظة أو الجزء الثاني من الملاحظة الأولى إذا جاء من فعل متعد من هو اسم الفاعل لا تنسوا أنه عنوان درسنا ما جاء في هذه الوثيقة كافل تحقيقها إذن كافل على أي وزن فاعل هذا إذن هو اسم الفاعل حددت هذا اسم الفاعل في الجملة خطوة خطوة حتى ما أخطأ هذا كافل من فعل متعدي لو من فعل لازم كفل الأستاذ الطالبة فعل متعدي إذا ذكرت مثلا كفل الأستاذ تنتظر أنه لازم أكو تكملة للجملة يلا يتم المعنى فاش راح يصير كافل تحقيقها اتعدى وأخذ مفعول به أيضا يلا استقام المعنى هذا معنى أنه اسم الفاعل يعمل عمل فعلي هنا الفعل متعدد فاسم الفاعل أيضا أخذ مفعول به اللي هو هنا تحقيق مفعول به منصوب علامة يصبح الفتحة مفعول به لإسم الفاعل ثانيا اسم الفاعل النكره المجرد من أل إذا دل على الزمن الماضي لا يعمل ويضاف إلى ما بعده مثل أنت كاتب الدرس هنا دل على الزمن الماضي إذا دل على الزمن الماضي هنا دل على الزمن الماضي شرح يصير بما أنه دل على الزمن الماضي لا يعمل ويضاف إلى ما بعده شنو قصدهم أنه لا يعمل يعني لا راح يجي بعد مرفوع ولا منصوب فاللي بعده رح يكون مضاف إليه أنت ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدى كاتب كاتبه ما رح يصير هل هي اسم هنا لا تتوهم أنه تكون اسم فاعل كاتب ما رح يصير اسم فاعل لكنه لا يعمل لأنه دل على الزمن الماضي كاتب خبر مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره وهو مضاف والدرسة مضاف إليه مجهور علامة جره الكسرة شو تلاحظ ما عمل اسم الفاعل لم يعمل ليش لأنه دل على الزمن الماضي شنو يعني ما عمل يعني لا رفع فاعل بعده ولا نصب مفعول به مثل ما ذكرنا الجمل السابقة أنه مرات أكون معمول واحد فقط لإسم الفاعل مرات يكون هناك معمولان لإسم الفاعل ثالثا عند صياغة اسم الفاعل من فعل ثلاثي معتل الآخر باليا مثل قضى آنهاي ذكرتها بالاشتقاق بالسبورة الأولى قضى فإسم الفاعل قاض تحدث ياءه حين يكون مجردا من أل والإضافة في حالتي الرفع والجر في حالتي الرفع والجر راح يكون محذوفة الياء شون يعني في حالتي الرفع والجر مثلا عندنا حالة الرفع جاء قاض هذا قاض نحن مرفوع على أنه شنو فاعل فاش سوينا حذفنا الياء هاي الحالة الأولى التي نحن ذاكرها في حالة الرفع حذفة الياء الحالة الثانية تحدث فيها الياء اللي هي الجر شون يعني مثلا مررت بقاض أيضا في حالة الجر حذفة الياء وحين تدخل عليه ال أو يضاف لا تحدث ياءه قبل لا أكملكم هاي الملاحظة ليش ذكر في حالتي الرفع والجر بعضكم ربما يسأل وفي حالة النصب في حالة النصب تذكر الياء شنون يعني تذكر الياء مثلا رأيت قاضيا هاي ذكرة الياء ليش لأن قاضيا جاء مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة فتذكر الياء في حالة النصب فقط في حالة النصب هنا تذكر الياء في حالة الرفع والجر تحذف الياء وحين تدخل عليه ال أو يضاف لا تحذف ياءه يعني قاضي مثل ما ذكرت لكم بالاشتقاق هاي نفسه هنا إعادة القاضي معرف بأل فراح تذكر الياء لأنه معرف بأل وإذا عرف بالإضافة أي أضيف إلى معرفة بعده مثلا قاضي المحكمة عادل هنا عظفنا قاضي لسم معرفة فذكرنا الياء إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضلا منكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله المرجع الإلكتروني للمعلوماتية طريقك نحو المعرفة